بكين لن تسمح بانهيار اقتصادها الذي يشهد طباطؤا والرسالة التي وجهتها الحكومة خلال الدورة السنوية للبرلمان الصيني كانت واضحة في هذا الشأن المخطط الخماسي الذي تم اعتماده بأكثر من 97% من الأصوات مؤشر قوي لتدارك الوضع اقتصاد البلاد يواجه صعوبات لكن الأمال قائمة لتجاوز المشاكل إننا على ثقة تم بالنمو الاقتصادي الصيني على المدى الطويل أثقة ليست نبعة من العدم وإنما نحن على ثقة بذلك طالما لازلنا نعمل على مواصلة سياسة الإصلاح والانفتاح وطالما الاقتصاد الصيني لا يعاني منه بطن حاد قال رئيس الوزراء الصيني مشروع المخطط الخماسي الثلاث عشر يطمح إلى الحفاظ على معدلات النمو بين 6.5% من 2016 إلى 2020 في نفس الوقت سيزيد ناتج المحلي الإجمالي من 67 مليار و700 مليون يوان إلى 92 مليار و700 مليون يوان بحلول 2020 في برنامج الحكومة المزيد من الإصلاحات خاصة في القطع الصناعي كالحادث والصلب والإسمنت والمواد الكيميائية التي تشهد قوى عامل مفرطة وتواجه ضعفا في الطلب إعادة هيكلة المجموعة الصناعية الحكومية يجب أن يتم عبر عملية دمج وتملك بدل إغلاقها لتجنب عملية تسريح العمال بشكل غير ممنهج الحكومة تنوي من جهتها تسريح 5 أو 6 ملايين عامل خلال العامين المقبلين وقد خصصت لهذا الشأن غلافا ماليا بقيمة 100 مليار وان لإعادة تأهيلهم وتكوينهم وليعادة التوازن إلى الاقتصاد لا بد من تغيير نموذج وبصرف النظر عن الصناعة فقطع البناء والعقارات يواجه صعوبات على خلفية تراجع الطلب وارتفاع العرض بشكل كبير ما سهم في انخفاض المبيعات والأسعار وأدى إلى طبط الاستثمارات جزء من التحدي التحرك نحو قطعات جديدة كالخدمات والتكنولوجيا والاستهلاك المحلي الذي يحتاج إلى تحفيز كبير لسيما من خلال تخفضات ضربية أو من خلال تسهيل الحصول على قروض